هنستخدمه في حلقة النهاردة هو حساس قياس نبضات القلب تمام زي ما احنا هنشوف الحساس بيجي بالباكتج ده في المكونات اللي هنفتح الباكتج ونشوفها دلوقتي طيب المكونات هو الحساس عندنا هو حساس فيه تلات اطراف فقط بنبدأ نفقكم الباكتج بتاعه ده هو الحساس طالع منه تلات اطراف طرف جراوند وطرف في سي سي توصله بالخمسة فولت والجراوند بالجراوند وطرف انالوج بتوصله على اي انالوج من بتوع الاردوينو احنا طبعا هنتكلم دلوقتي عن التكنولوجيز او التكنولوجيا المستخدمة لقياس نبضات القلب سيء الاسي جي ويه البي بي جي وهنشوف ايه الفرق ما بينهم دلوقتي ولكن احنا حبينا بس في بداية الحلقة نشوف المكونات او نستعرض المكونات او الباكتج اللي بيجي مع الحساس ونشوف وظيفة كل جزء ده الحساس الحساس في النهاية بتحط عليه الصابع بتاعك هنا على الجزء اللي مرسوم عليه القلب ده بتحط الصابع بتاعك بيقسلك عدد النبضات في الدقيقة بواحدة او نبضة في الدقيقة بيقسلك نبضات القلب بواحدة النبضة في الدقيقة البي بي ام طيب امال ايه الحاجات اللي معاه ده الحاجات اللي معاه ده ده ببساطة عشان تثبيت الحساس على صابعك يعني احنا هنيجي في البداية كده نفوق كده نلاقي في لزق كده موجود على الجزء الكويتش ده نسبته في ظهر الحساس بالمنظر ده تمام طبعا ده الجزء ده بيتلزق خلاص مجرد ما لزقناه هنبدأ نعمل الاتي هنبدأ نركب الجزء ده في الجزء ده تمام لانه بيتلزق فيه عادي اهو بيمسك فيه وبعد كده لما نيجي نقيس بنحط صبعنا بالمنظر ده تمام وبنبدأ ان احنا نعمل المنظر ده تمام علشان نقيس معضل النبضات يبقى ده تركيب الحساس ده الحساس بيتركب ازاي احنا شفنا طريقة التركيب بتاعته بتبقى عاملة ازاي او تجميعه طبعا احنا ممكن نستخدم هنا المشبك في انه يضغط على صبعنا اثناء عملية الاياس تمام نعم برا عن مشبك عادي جدا ممكن نستخدمه بس ايه للتمكين الضغط على الصبع اثناء العملية بتاعت الاياس تمام طيب يبقى دي المكونات تعال نستعرض مع بعض الفكرة العامة لقياس نبضات القلب والحساس ده بيشتغل ازاي وفكرة العمل بتاعته وزاي ما تعودنا في سلسلة الحلقات دي ان احنا بنتعرف على مجموعة من الاساسيات الخاصة بالحساس قبل ما ندخل في تجربة الحساس وقياس معدل نبضات القلب في البداية قبل ما نشرح فكرة عمل الحساس عايزين نعرف ايه الانواع او ايه التكنولوجيز او ايه التكنولوجيا المتاحة لقياس نبضات القلب بالنسبة للويرابل برودكتز او المنتجات اللي بيتم ارتداءها دلوقتي زي السمارت ووتشز او الساعات الزكية وغيرها من البرودكتز او المنتجات اللي بتنزل دلوقتي فيها خاصية قياس نبضات القلب وفيها خاصية قياس نسبة الاكسجين الموجودة في الهيموجلوبين والكلام ده كله تمام فالحساسات بيتم تصنفها بيتم تصنفها او التكنولوجيا اللي بيتم استخدامها في حساسات قياس نبضات القلب هي الاي سي جي والبي بي جي الاي سي جي هي اختصار الايكترو كارديو جرافي تمام في الحساسات ده او في النوع ده من الحساسات اللي مبنية على الفكرة دي بيتم قياس النبضات الكهربية الناتجة عن عملية الانقباض والانبساط بتوع عضلة القلب تمام يبقى النوعية دي من الحساس او النوعية دي من اللي بتستخدم التكنولوجي دي وان شاء الله هنشرح الاي سي جي في حلقة من ضمن حلقات السلسلة دي يبقى مبنية على قياس معدل النبضات الكهربية اللي بتنتج من انقباض وانبساط عضلة القلب طيب نيجي للتكنولوجي التانية اللي هي البي بي جي البي بي جي وزي ما هو مكتوب هنا فوتو بليث دموجرافي او اللي بتستخدمها الحساسات اللي مبنية على فكرة التكنولوجيا دي بتبقى مبنية على قياس الضوء بتبقى مبنية على قياس شدة الضوء او تمام او كثافة الضوء طيب هي في النهاية بتسنس ايه او بتحس ايه من الحساسات هي بتحس معدل تضفق الدم داخل الانسجة بتاعة الاطراف الايدين الرجلين وهكذا في الغالب بتستخدم في الايدين دايما لما بتدخل مستشفى كده وتلاقي ايه متعلق في صباعة السبابة بتاع المريض جهاز كده محكم على الصابع ده بيبقى مبني على فكرة او تمام يبقى هو في النهاية ده دي الطريقة اللي بيستخدمها الحساس بتاعنا النهاردة او 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 اللي احنا بنستخدمه في حلقة النهاردة يبقى مبني على فكرة قياس شدة الضوء المنعكس من على الانسجة طبعا في منتجات دلوقتي بيتم ارتداءها زي ما هو باين قدامنا هنا المنتج ده بيقيس معدل ضربات القلب او معدل نبضات القلب زي ما هو مكتوب بواحدة او النبضة في الدقيقة زي ما هو باين تمانين نبضة في الدقيقة هما الايه هو الاس بي او تو الاس بي او تو هو بيقيس معدل الاكسجين اللي موجود في الهيموجلوبن اللي موجودة في الدم بيقيس مدى تشبع الاكسجين بخلايا الهيموجلوبن اللي موجودة في الدم ده طبعا الحساس بتاعنا ما بيقيسش حاجة زي كده احنا دلوقتي هنقيس الفكرة هنا مبنية على ايه? ده الصباعة بتاع السبابة. ده داخليا موجود فيه انسجة. تمام? الفكرة كلها هنا من الحساس بتاعنا. الحساس بتاعنا بيعمل ايه? لنشرحه في حلقة النهاردة. هو مبني على قياس التغير في كثافة الانسجة. نتيجة انكباض وانبساط عضلة القلب. نتيجة نبضات القلب. يعني ايه? اثناء النبضة بيحصل تضفق في الدم. الانسجة دي حجمها بيتغير. وبالتالي. وبالتالي. انا بعمل ايه? انا باجي هنا. الحساس بيبقى هنا في الجزئية دي. الحساس بينقسم لجزئين? جزء شغال كLED. green LED. LED عادية بتطلع ضوء. تمام? وفوتو ريزيستور او فوتو دايد بيستقبلوا الضوء ده. تمام? يبقى خلية. بتستقبل الضوء المنعكس من هنا. الضوء هيتم ارساله هنا. تمام? هيصطدم بالخلايا ويرتد على الفوتو ريزيستور. ابدأ قيس مدى كثافة الضوء ده قد ايه? طبعا كثافة الضوء هتتغير مع تغير حجم الانسجة. اثناء نبضة ايه اللي بيحصل الانسجة? حجمها بيزيد نتيجة تضفق الدم في الانسجة دي. كده اثناء النبضة بيحصل من غير حدوث النبضة. اثناء عدم حدوث النبضة بيبقى دا المنظر. وده اثناء حدوث النبضة. ده مجرد حاجة بس بتوضح الفكرة. هنشوف فيديو عملي لده. تحت الفلاش بتاع الموبايل بتاعك هنحطه تحت الصابع بتاعنا ونشوف معدل تضفق الدم فعليا ان الانسجة بتختلف وهنشوف الكلام ده يعني هنشوف معدل تضفق الدم اثناء النبضة بيبقى شكله عامل ازاي? وفي الوضع الطبيعي بيبقى شكله عامل. ما انت شايف بص بص كده على النبضة. اسناء حدوث النبضة. تمام? واسناء عدم حدوث النبضة. هتلاقي فيه تغير وفيه تغير ملحوظ. يعني تقدر كده تجيبي الفلاش بتاع الموبايل بتاعك تحطه تحت الصابع بتاعك. تمام? هتبص هتلاقي فعلا الاضاءة بتبقى خفتة وبعد كده بتبقى جديدة. يبقى فيه تغير اثناء النبضة فيه اختلاف عن عدم وجود النبضة. من هنا بنبدأ ناخد الضوء ده او الحساس بيبدأ ياخد الضوء ده ويحلله يحلل الضوء ده او كثافة الضوء ويدخله على مجموعة من المراحل علشان في النهاية اقدر ارسم سيجنل تقريبية لشكل نبضة القلب وابدأ ايس حاجة اسمها او مفهوم جديد اسمه الاي بي اي الاي بي اي او او الزمن ما بين النبضات. ده في الاخر اللي انا بعتمد عليه في حساب عدد النبضات في الدقيقة بتاعة القلب. ايه هي المراحل اللي بيتكون منها الحساس اللي معانا اللي هنشرحه في حلقة النهار ده. ايه المراحل هي كالتالي ودي تكلمنا ان احنا عندنا لمبة بتطلع نور اخدر النور الاخدر ده الضوء الاخدر ده بيسقط على الانسجة. وبيرتد مرة تانية بيستقبله تمام? لما بيستقبله من خلاله بحدد كمية الضوء اللي انعكس من الخلايا. وبابدأ جناء عليه. ابدأ بقى ادخله بعد كده على لو باس فيلتر. او فيلتر علشان علشان ما عديشها الا القليلة. لان العالية هتبقى كده عبارة عن نويز. تمام كده? او شوشرة. وبعد كده ادخله على مرحلة او اكبر دي. تمام? يبقى ده المخطط العام للحساس اللي معانا. او مكونات الحساس اللي معانا. نبدأ هنا ندخل على الموقع الخاص بالحساس. الموقع بيشرح فكرة الحساس بشكل عام. الطريقة اللي بيقيس بيها نبضات القلب. هنا في الموقع لو قعدنا نقرأ الكلام ده هنلاقي ملخص الكلام ده ان الناس دي بتقول لك ايه? بتقول لك ان معدل تضفق الدم الطبيعي بدون موجة النبض. يعني النبضة اللي بتحصل بنسميها موجة النبض. تمام? بيكون بمعدل ابطأ من اسناء موجة النبض. تمام? يبقى اسناء موجة النبض. الدم بيوصل لاطراف الاطراف بتاعتك. بيبقى موجود في الانسجة. بيغير حجم الانسجة. بيغير الفوليوم بتاعها. بيغير الحجم بتاعها. وبالتالي هما بيستفادوا من الحكاية دي في ان هو يبدأ زي ما قلت لك فكرة انه يبعى الضوء ويستقبله مرة تانية او الضوء ينعكس ويستقبله مرة تانية. فيبدأ ان هو يعرف. فيبدأ من خلاله. يعني هنا المرسل اوه هنا المستقبل. يبدأ عن طريق الانعكاس يعرف كسافة الضوء. وبتغير كسافة الضوء يبدأ يرسم موجة زي ما احنا هنشوف. بداية الرسم بتاع النبضة او شكل النبضة بشكل عام بيبقى عامل ازاي? في المعدل الطبيعي في المعدل الطبيعي انت عندك الاردوينو بتاعك طبعا الانالوج توديجيت الكونفيرتر بتاعه عشرة بت. يعني بيتم تمثيل البيانات اللي جاية على الانالوج في عدد الف اربعة وعشرين يبقى من صفر لالف تلاتة وعشرين. يبقى انا بيتم تمثيل الخمسة فولت على الف تلاتة وعشرين او على رقم الف تلاتة وعشرين. وبيتم تمثيل الصفر فولت على صفر على الليفل رقم صفر. واللي بينهم ما بين صفر لحد الف تلاتة وعشرين. طيب. فهنا بيقول لي ان الحساس بتاعي في المعدل الطبيعي ان هو شغال على او النقطة المتوسطة بتاعته انه بيخرج خمسمية وتناشر. يعني الليفل اللي في المنتصف. يعني تقريبا اتنين ونص فولت في عدم موجود نبضة. اللي هو الاشارة الطبيعية. الاشارة الطبيعية بتاعته السيجنال اللي هو بيطلعها بشكل طبيعي هي عنده خمسمية وتناشر. لحد ما يحدث نبضة يبدأ يحصل اللي انت شايفها دي يبدأ يحصل موجة تصعودية بالمنظر ده توصل للبيك بتاعها للقيمة العزمة بتاعها وهنا الجزئية دي ما بين المعدل الطبيعي وما بين حدوص النبضة ده اول حدوص النبضة اه بيبدأ يحصل تصاعد لحد ما اوصل او القيمة العزمة وهنا الجزئية دي او الزمن ده بيتسمى او يبقى هو ده مفهوم طيب بيقول لي بعد ما تحدث النبضة بيحصل انخفاض في المستوى لحد ما ارجع للخمسمية وتناشر مرة تانية او الميد بوينت او الليفل اللي في المنتصف اللي هو بيتم تمثيله بشكل طبيعي بالنسبة للحساس بس بيحدث كده اسمه وكتر دي بتتسبب في عدم استقرار في القراءة بتتسبب في عدم استقرار في القراءة لانه في النهاية هو معدل زمني عشان اقدر احدد عدد النبضات في الدقيقة طيب ولكن مع حدوث المنظر ده لكن الاشارة برضو بتستقر قبل حدوث موجة نبض تانية قبل ما يحصل نبضة تانية بتبقى الاشارة تقريبا استقرت عند المعين وبعد كي يحصل موجة نبض تانية بما ان موجة النبض بتتكرر بشكل دوري زي ما انت شايف كده بتتكرر بشكل دوري يبقى اقدر ان انا اتنبأ بحدوثها اتنبأ بحدوثها تمام كده في بداية اول ما شغل السنسور بيبدأ ياخد مجموعة موجات وهنشوف بياخد كم موجة دلوقتي وبيستند عليهم بياخد ما بينهم علشان يحدد عدد النبضات في الدقيقة لان الحساس ما تقول ليش بما اني بقيس عدد النبضات في الدقيقة يبقى انا هستند دقيقة علشان اعد عدد النبضات لا ما هي الموضوع نسبة وتناسب انا ممكن استند على عدد ميلي ثانية معين تمام وابدأ اضربه في مضعفاته وانا متوقع معدل التغير بعد كده لو حصل معدل تغير ابدأ او ابدأ اتنبأ للتغير اللي هيحصل تمام فمش هستند دقيقة لا انا بستند على عدد معين من او النبضات بيتم كل فترة زمنية معينة او بقيسه خلال فترة زمنية معينة وابدأ ان انا اتنبأ ببقية النبضات خلال زمن مقداره دقيقة طيب بقى في البداية هاخد موجة كريفرنس بولس عندي وابدأ اقيس الزمن ما بينها وما بين الموجة اللي بعدها يبقى ده الزمن اللي يهمني ولكن امتى هيتم كياس الزمن بالزبط هل عند البيك فاليو الناس بقى اللي بتوع الطب وكده قال لك لا ما ينفعش ان هو يتقس عند البيك فاليو لانه ما بيديش كل ما حقيقية نشوف هو بيتقس عند ايه دلوقتي طيب لو جينا هنا نبص على المنظر اللي بعد كده قال لك طيب عملية القياس ابدأ في قياس او الانتر بيت او الزمن بين النبضات ابدأ اياسه منين بالزبط هل اول ما يحدس البيك سجنل اول ما تحصل من هنا ابدأ عملية الاياس قال لك لا قال لك الاصح او تقريبا الحاجة يعني الاصح ان انت تقيس من عند خمسين في المية يبقى انا هبدأ يقيس السجنل من خمسين في المية لحد خمسين في المية من الموجل بعدها وده الزمن اللي انا هاخده في النهاية واخد مجموعة من البلصات هنشوف عددهم كام وابدأ استند عليهم في عملية اياس نبضات القلب طيب هنا بيقول لك اول ما انت تركب الحساس بالزبط الحساس هيبدأ يقيس عشر نبضات عشر نبضات بياخد متوسط قراءة نبضات القلب لعشر قراءات متتالية تمام ويبدأ يخرج لك الاراية كل اتنين ميلي ثانية او زي ما هو مكتوب هنا كل اتنين ميلي ثانية هيبدأ السنسور يظهر لك الهارتبيت او نبضة او عدد نبضات القلب فده كان شرح قد يكون متوسط لهو مبسط ولا هو عميق بالنسبة لطريقة عمل الحساس تعال كده بقى نبدأ ندخل في الجزء العملي ونبدأ نجرب